موسيقى أهلا بكم في نشرة منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار ونبدأها بالعنوين خمسة وسبعون نائبا يؤكدون رفضهم لقرار مجلس النواب إلغاء الملحق رقم واحد بالاتفاق السياسي وكوبلر يحث المجلس على تسمية لجنة الحوار والتحشيد خلف الاتفاق السراج يدعو إلى توحيد حرس المنشآت النفطية تحت جهاز يخضع لإشراف المؤسسة الوطنية للنفط وسرايا الدفاع عن بانغازي تؤكد أنها تواصل السيطرة على تمركزاتها السابقة أفريكم تشدد على مواصلة الضغط على ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا وتدعو إلى إيجاد جسم أمني لاستيعاب القوات التابعة لمجلس النواب أكد خمسة وسبعون من النواب الداعمين للاتفاق السياسي عدم قبولهم بقرار مجلس النواب المتعلق بإلغاء الملحق رقم واحد بالاتفاق وجدد النواب في رسالة وجهت إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفيرة الاتحاد الأوروبي ومبعوث الاتحاد الإفريقي ومبعوث الجامعة العربية لدى ليبيا جددوا دعمهم للاتفاق السياسي مطالبين بضرورة استمرار الحوار لمعالجة النقاط الخلافية في الاتفاق كما دعا النواب المواقعون في الرسالة إلى بناء دولة المؤسسات والقانون ومدنية الدولة وسرعة تنفيذ مشروع المصالح الوطنية الشاملة التي تمكن جميع النازحين والمهجرين من العودة إلى مدنهم وحث النواب المجلس الرئاسي على ضرورة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق بشأن الملف الأمني من خلال تشكيل لجنة رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية وأفد عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور في برنامج جي ستون بأن النواب الداعمين للاتفاق السياسي دونوا في الرسالة الموجهة مجموعة من الملاحظات مؤكدين أن الاتفاق هو المخرج الوحيد من الأزمة السياسية الراهنة كنا بإعداد رسالة إحالتها إلى البعض الأمومية وإلى جامعة الدول العربية وإلى بعض الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي أوضحنا فيها أن العديد من الملاحظات من خلال التشاور مع الزملانة وصل عدد الموقعين حتى هذه اللحظة إلى قرابة 80 من أعظام النواب طبعا بالتأكيد لدينا العديد من الاجتماعات التي نعمل من خلالها على الاستمرار مضيئا في التوافق والبحث عن حجول نحن نرى أن الاتفاق السياسي هو المخرج الحقيقي لهذه البلاد حث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر مجلس النواب على أن يقوم بتسمية لجنة الحوار والتحشيد خلف الاتفاق السياسي وجدد كوبلر في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر دعمه الكامل للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مضيفا أن الاتفاق السياسي يبقى الإطار الوحيد للمضي قدما لافتا إلى لقاء عقدته البعثة مساء الخميس مع المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس وصف مبعوث الجامع العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي سحب مجلس النواب لاعترافه بالاتفاق السياسي وبالمجلس الرئاسي بأنه رد فعل فعالي على خلفية الأحداث المتتالية في منطقة الهلال النفطي حسب تعبيره وأعرب الجمالي في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية آكي عن أمانيه في أن لا يستمر البرلمان في قراره ويتجاوزه مضيفا أن اتفاق الصخيرات هو القاعدة لكل حوار سواء كان سياسيا أو غير سياسي يجمع أطرافا ليبيا رغم الحديث عن نقصانه وعدم كفايته وأشار مبعوث الجامع العربية إلى ليبيا إلى أن الأمور ستزداد صعوبة على حد وصفه وقد صوت مجلس النواب على إلغاء الملحق رقم واحد من الاتفاق السياسي وراء المتحدث باسم المجلس أن هذا القرار يعني إلغاء المجلس الرئاسي والمادة الثامنة من الاتفاق تطور دانه النواب الداعمون للاتفاق السياسي كما وصفه مبعوث الجامع العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي بأنه رد فعلاً فعلي على خلفية الأحداث المتتالية في منطقة الهلال النفطي جانب من تباين المواقف حول إلغاء الملحق الأول من الاتفاق السياسي نستعرضه في سياق هذا التقرير بتسعة وثلاثين صوتاً من أصل ستة وخمسين حضروا جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي ألغى المجلس الملحق رقم واحد من الاتفاق السياسي والمتعلقة بالمرشحين لعضوية رئاسة مجلس الوزراء خطوة رأى المتحدث باسم البرلمان عبدالب ليحق أنها تعني التصويت على إلغاء المجلس الرئاسي والمادة الثامنة من الاتفاق مجلس النواب بالإضافة إلى رفضه في 25 يناير عندما اعتمد الاتفاق بشكل مبدئي رفض المادة الثامنة يضاف إليها الآن الملحق رقم واحد وهو الذي يحوي للمجلس الرئاسي وأسماء أعضائه تطور دانه النواب الداعمون للاتفاق السياسي كما عبروا عن رفضهم لآلية عمل مجلس النواب واستفراد الرئاسة بتوجيه مسار الجلسات وفق قولهم عضو المجلس عبد المنعم بالكور قال إن تصويت 39 نائبا على رفض الاتفاق السياسي يعد مخالفة صريحة للائحات الداخلية لمجلس النواب الاتفاق السياسي ليس ملك لمجلس النواب هو اتفاق جمع الأطراف الليبية مختلفة وأنتج ثلاثة أجسام أساسية لا يحق لمجلس النواب بأي حال من الأحوال أن يلغي الاتفاق السياسي أو أي جزء منه لأنه كما ذكرت هذا الاتفاق ليس ملك لمجلس النواب وحده إدانة أعقبها تلويح النواب الدعمين للاتفاق السياسي بإمكانية عقد جلسة خارج مدينة طبرق لبدء مرحلة جديدة من تشكيل مجلس النواب الذي يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي وهو ما أثار تساؤلات عن مستقبل عملية الوفاق والمصالح الشاملة في ليبيا في ظل تواصل حالة الانقسام والتوترات الأدنية التي تعصف بالبلاد دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج كل القوى للانسحاب فورا من منطقة الهلال النفطي حرصا على نزع فتيل الاقتتال وشبح الحرب السراج دعا أيضا في بيان له إلى توحيد حرس المنشآت النفطية تحت جهاز موحد يخضع لإشراف المؤسسة الوطنية للنفط دعوات تتزامن مع هدوء الأوضاع نسبيا في منطقة الهلال النفطي ومطالبات بضرورة تحييد قطاع النفط عن دائرة الصراع السياسي أسبوع مر على الاشباكات التي شهدتها منطقة الهلال النفطي ولتزال سرايا الدفاع عن بنغازي تحافظ على تمركزاتها التي سيطرت عليها والممتدة من النوفلية وحتى المنطقة الواقعة بعد راسل نوف بحسب إفادة أحد عناصر سرايا الدفاع تزامن ذلك مع تكليف المجلس الرئاسي لحكومة الوفق الوطني دريس بوخمادة آمرا لحرس المنشآت النفطية الذي شدد على أنهم ليسوا طرفا في الصراع وأنه بإمكان الشركات العاملة مع المؤسسة الوطنية للنفط استئناف عملها من الهلال النفطي أمن متقرر فيه وفي إمكان الشركات التمارس عملها بيريحية وإن شاء الله الوضع تحت السيطرة تكليف رفضه نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني معتبرا إياه باطلا قانونيا حسب وصفه ومشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ دون توافق تطورات رافقتها ردود فعل مطالبة بالتهدئة حيث دعا رئيس المجلس الرئاسي فيز السراج إلى توحد حرس المنشآت النفطية تحت جهاز موحد يخضع لإشراف المؤسسة الوطنية للنفط ويعمل على الدفاع عن المنشآت النفطية من أي اعتداء أو تهديد من جهتها رحبت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني بتسليم ميناء السدر ورسل نوف إلى حرس المنشآت وأكيدة رفضها لوجود ما وصفتها بالتنظيمات الإرهابية بين طرفي الصراع الدائر في الهلال النفطي دوليا طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا مارتين كوبلر أطراف النزاع في الهلال النفطي بالامتثال للقانون الدولي ومعاملة جميع السجناء معاملة إنسانية في غضون ذلك بثت قناة النبأ الفضائية تسريبا صوتيا منسوبا للمستشار السابق لفريق الحوار التابع لمجلس النوار محمود المصراتي مع شخصية أمنية تابعة لقوات الكرامة التسجيل يظهر محاولات توجيه الرأي العام فيما يتعلق بقضايا عدة من بينها ما يجري في منطقة الهلال النفطي كما تحدث المصراتي في التسريب عن استخدام معلومات مغلوطة الهدف منها تشوي قوات سرية الدفاع عن بنغازي وتهام عناصرها بأنهم تابعون لتنظيم القاعدة تطورات عسكرية ولئن قلت حدتها في الأوينة الأخيرة إلا أنها ما زالت تطرح تساؤلات عن سبل تحييد قطاع النفط عن دائرة الصراع وعن آليات حماية المصدر الرئيسي لقوة الليبيين وقد طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر أطراف النزاع في منطقة الهلال النفطي بالامتثال للقانون الدولي ومعاملة جميع السجناء معاملة إنسانية ودعا كوبلر في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر إلى إنهاء أي شكل من أشكال احتجاز الرهائن أو الاحتجاز التعسفي والإعدام دون محاكمة أفد الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي فرعش جابيا منصور عاطي بارتفاع عدد جرح قوات الكرامة الذين تم نقلهم إلى مستشفى محمد المقريف جراء الاشتباكات مع قوات سرايا الدفاع عن منغازي في منطقة الهلال النفطي إلى 26 جريحا وأضاف عاطل قناة ليبيا لكل الأحرار أن إصابة الجرحة تراوحت بين الخطرة والمتوسطة والخفيفة منوها إلى أنه تم نقل عدد من الجرحة للمستشفيات الواقعة في المنطقة الشرقية بعد تدهور حالاتهم وكان الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي فرعش جابيا قد أكد ارتفاع عدد قتل قوات الكرامة الذين تم نقلهم إلى مستشفى محمد المقريف بالجابيا إلى 35 قتيلا أكد اللواء في الجيش الليبي ومعاون رئيس الأركان أثناء فترة المجلس الانتقالي سليمان محمود في مداخلة مع قناة بي بي سي العربية أن من يحاربهم حفتر الآن في منطقة الهلال النفطي هم ثوار بنغازي المهجرون منها ولا يمكن اتهامهم بالتطرف الإسلامي مشيرا إلى أنهم يتبعون حكومة الوفاق الوطني حسب قوله المحاربون الذين يحاربون الآن هم ثوار بنغازي الذين أجليوا منها أنا شخصيا نساري أقول لك أنني نساري لا أتهمهم بالتطرف الإسلامي الآن هؤلاء الرجال المقاتلون يتبعون الحكومة الوفاق الوطني في الواقع وفي بنغازي أفاد المركز الإعلامي للقوات الخاصة الصاعقة بأنهم تمكنوا من صد هجوم لمجلس شورى ثوار بنغازي بمنطقة العمارات 12 يوم الخميس ما تسبب في وقوع خسائر في العتاد والأرواح لدى شورى ثوار حسب المركز وأضافت القوات الخاصة الصاعقة والمظلات عبر صفحتها على فيسبوك أن قواتها تمكنت من غنم دبابة وعدد من العربات العسكرية وأسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر خلال اليومين الماضيين في منطقة العمارات 12 ببنغازي قال رئيس مجموعة RSP الأمنية الروسية أوليج كرينستن إن قوة تتكون من عدد من المتعاقدين أمنياً المسلحين من روسيا عملوا حتى الشهر الماضي في جزء من ليبيا تسيطر عليه عملية الكرامة ونقلت وكالة رويترز عن كرينستن قوله إن مهمتهم كانت إزالة الألغام من منشأة صناعية قرب مدينة بنغازي في منطقة كانت قوات حفتر قد حررتها من قبضة مسلحين وفق الوكالة مضيفاً أن المتعاقدين لم يشاركوا في القتال لكنهم كانوا مسلحين بأسلحة حصلوا عليها في ليبيا وأرداً على سؤال بخصوص ما إذا كانت المهمة قد حصلت على موافقة رسمية من موسكو قال كرينستن إن شركته لم تعمل مع وزارة الدفاع الروسية لكنها تتشاور مع وزارة الخارجية الروسية حسب تعبيره شدد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكم توماس وولدهاوزر على مواصلة الضغط على ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا بالتزامن مع الجهود المبذولة لإحراز تقدم في المصالح السياسية في ليبيا وأوضح وولدهاوزر خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أن لدى أمريكا القدرة على التأثير على الأطراف السياسية خاصة حكومة الوفاق ومجلس النواب لاثتا إلى ضرورة اختيار معاونيهم في مواجهة التنظيم بعناية وبطريقة لا تؤدي إلى خلل في توازنات القوى بين الأطراف المتصارعة في ليبيا وأشار وولدهاوزر إلى أن روسيا تحاول التأثير على القرار النهائي لما يخص كيان حكومة الوفاق في ليبيا مضيفا أنه في المستقبل القريب يجب إيجاد جسم وطني أمني لاستيعاب القوات التابعة لمجلس النواب واعتبر الخبير العسكري نوري السلابي في نشرة سابقة أن مسؤولية مطردة فلول ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا تقع على المجتمع الدولي مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يعترف بقوات البنيان المرصوص في محاربتها للتنظيمات الإرهابية الحكومة الأمريكية أو العالم الخارجي سيدعم القوات الموالية لخصومة الوفاق الوطني التي تقوم الآن بمهام أخرى مطاردة فلول التنظيم في الدنوب وفي مراكز المجاورة السر وأيضا نفسها القوات السعم الدولي ستقوم بضربات أخرى لأي تجمعات أو أي إهداف للتنظيم أعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص ارتفاع عدد العائلات النازحة التي عادت إلى منازلها في مدينة سيرت لأكثر من ثمانية ألاف ومئة عائلة وأضاف المركز الإعلامي عبر صفحته على فيسبوك أن المناطق التي عادت إليها العائلات هي حي السبعمية والأحياء السكنية رقم واحد واثنين وثلاثة وحي الدولار والشعبية والعمارات والسبخة والجيزة العسكرية والزعفران وقد استطلعت كاميرا ليبيا لكل الأحرار أراء عدد من أهالي مدينة سيرت حول الوضع الأمني والخدمي في المدينة وقد تراوحت مواقفهم بين من أعرب عن ارتياحه لعودة الحياة إلى طبيعتها ومن دعا إلى عودة كافة الأهالي إلى منازلهم الآن الناس مرتاحة والكوش رجع نزيم كانن والبنزينة موجودة والحمد لله والأمن يعني مستتب الأمور قويسة في سرة باهي المدينة لازم يرجعونها أهلا بالكامل المدارس حمد لله فتحت بالكامل والأمور قويسة وفي أمان في المدينة ماشاء الله رجعت الناس ماشاء الله وقدمة ماشاء الله تبارك الله الناس كلها ردت لي حياشها ماشاء الله تبارك الله أمور مية من مية الحمد لله نطلب من جميع الأولياء الأمور اللي هم قاعدين نازفين بر المدينة وعلى الرجوع لأن الأبلات فيه عدد لباس بيه كويس من الأبلات والطلبة ماشاء الله وشوفيه وضع كويس ومنتاز من أفضل ليفضل كل يوم أحسن من يوم وشوفه في عودة الهالي والاستقرار المدينة وماشاء الله تبارك الله الحق يعني نواصل هذه النشرة بعد الفاصل وفيها السراج يؤكد أن المجلس الرئاسي سيعمل على دعم التعليم الجامعي ويبحث مع وزير التعليم المفوض الصعوبات التي تواجه الدراسة في الجامعات 75 نائبا يؤكدون رفضهم لقرار مجلس النواب إلغاء الملحق رقم واحد بالاتفاق السياسي وكوبلر يحث المجلس على تسمية لجنة الحوار والتحشيد خلف الاتفاق السراج يدعو إلى توحيد حرس المنشآت النفطية تحت جهاز يخضع لإشراف المؤسسة الوطنية للنفط وسرايا الدفاع عن بنغازي تؤكد أنها تواصل السيطرة على تمركزاتها السابقة أفريكم تشدد على مواصلة الضغط على ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا وتدعو إلى إيجاد جسم أمني لإستيعاب القوات التابعة لمجلس النواب قالت عضو الهيئة التأسيسية للصياغة بشروع الدستور نادية عمران أن أعضاء الهيئة صوتوا في اجتماع يوم الخميس على تشكيل لجنة جديدة تحت اسم لجنة التوفيق تضم 12 عضوا ينقسمون بالتساوي بين معارضين ومؤيدين وأضافت عمران في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار أن من مهام الهيئة التواصل مع مختلف الأعضاء لتقريب وجهات النظر والخروج بنصوص يتوافق عليها الأغلبية مشيرة إلى أن اجتماعا سيعقد صباح اليوم السبت لتعيين أعضاء اللجنة الـ 12 وحول المدة الزمنية التي ستحدد عمل اللجنة أوضحت عمران أن اللجنة ستعمل لمدة أسبوعين على التواصل والتوفيق بين مختلف الأعضاء ومحاولة الخروج بنصوص توافقية وأنها قابلة للتجديد لمدة أسبوع آخر من قبل رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قال مدير الأمن بمديرية أمن طرابلس صلاح أسموعي إن المديرية بكافة مركزها الـ 16 المتمركزة بمختلف أنحاء طرابلس تؤدي عملها على أكمل وجه من حيث استقبال الشكاوى وتلبية نداءات الإغاثة والتحرير المحاضر والضبط مؤكدا أن جميع الجرائم التي وقعت بطرابلس موثقة وتمت إحالتها إلى النائب العام أنتم تعرفون أن طرابلس الآن فيها كثير من نازحين في خلل شوية ولكن الحمد لله قادرين ونحن بصدد فتح مراكز جديدة إن شاء الله في بعض البلديات نظرا لاتساع الرقعة السكانية في مدينة طرابلس والزيادة في عدد السكان قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان البلبيسي أن المنظمة ساعدت في تنظيم عودة 140 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية الغامبية من ليبيا إلى بلادهم ضمن برنامج العودة الطوعية الذي ترعاه المنظمة وأشرت المنظمة الدولية للهجرة عبر حسابها على موقع التدوينات المصغرة تويتر إلى أنها ساعدت منذ مطلع العام الحالي في عودة 1023 مهاجرا عالقا على العودة لموطنهم من بينهم 286 مؤهلون للحصول على مساعدة إعادة الإدماج داخل مجتمعاتهم رأى الخبير في العلاقات العربية الأوروبية محمد رجاء بركات في نشرة سابقة أن الخطة الأوروبية بشأن تدريب جهاز خفر السواحل الليبي غير كافية للتقليل من الهجرة غير النظامية مضيحا أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهود الآن متخوفة من استمرار تدفق المهاجرين لأنه كما هو معلوم هناك عداد كبيرة من أفارقة موجودين داخل أراضي الليبية ويردون الذهاب للدول الاتحاد الأوروبي هناك تخوف أيضا من قبل دول الاتحاد الأوروبي إثر الهزائم التي تلحق الآن بداعش في سوريا والعراق وتحدث عن ذهاب العديد من قيادات داعش إلى ليبيا دان مصرف ليبيا المركزي في البيضاء ما تعرض له المبنى الرئيسي لمصرف الأمان للتجارة والاستثمار من أعمال شغب واعتداء مسلح منذ يومين في العاصمة طرابلس ووصف المركزي في بيان له هذه الأعمال بغير المسؤولة مضيفا أنها تعتبر مسؤولية الجهات الأمنية بالعاصمة طرابلس كما طالب بتكثيف الحماية على مقرات المصارف التجارية وفروعها ودع المركزي مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق في الشبكات التي وقعت أمام مصرف الأمان وتقديم الجناتي للعدالة قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أكد الأهمية القصوى التي يليها المجلس لقطاع التعليم وأنه سيعمل على دعم القطاع بكافة الإمكانيات المتاحة لسيما التعليم الجامعي وبحث السراج خلال لقائه بوزير التعليم المفوض محمد العزابي ومديري الإدارات المختلفة بالوزارة بحثوا أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه الدراسة بالجامعات والمتمثلة في الوضع الأمني والمشاريع المتعثرة بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت المبانية الجامعية جراء للشبكات المسلحة وبالأخص جامعتين سرط وسبها كما تم خلال اللقاء مناقشة الوضع المالي والميزانيات المخصصة للجامعات والمنح الدراسية للطلبة بالداخل والخارج والتفوضات المتوقفة للمنح الدراسية بالخارج وصلنا إلى نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوين 75 نائبا يؤكدون رفضهم لقرار مجلس النواب إلغاء الملحق رقم واحد بالاتفاق السياسي وكوبلر يحص المجلس على تسمية لجنة الحوار والتحشيد خلف الاتفاق السراج يدعو إلى توحيد حرس المنشآت النفطية تحت جهاز يخضع لإشراف المؤسسة الوطنية للنفط وسرايا دفاع منغازي تؤكد أنها تواصل السيطرة على تمركزاتها السابقة وأفريقم تشدد على مواصلة الضغط على ما يعرف بتنظيم الدولة ليبيا وتدعو إلى إيجاد جسم أمني لاستيعاب القوات التابعة لمجلس النواب لمزيدنا الأخبار يمكنكم دوما متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيلي على شبكات التواصل الإجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب شكرا لكم تصبحون على خير اشتركوا في القناة